وفي التقليل التالي تفاصيل اوفا لتناولات وسائل الاعلام الدولية لهذه الاخبار وكيف تجهلت وسائل الاعلام العربية تفاصيل ما حدث لا من قريب ولا من بعيد هذه قناة سكاي نيوزا الانجليزية تتحدث عن مصرع المرتزقة من استراليا وفرنسا وكولومبيا في معارك مع ابطال القيش واللجان الشعبية في بلادنا فيما القناة بنسختها العربية لم تتطرق الى هذا الخبر وهو حال كل القنوات العربية التابعة للعدوان القائد الاسترالي المرتزق فيليب ستيتمان قتل وبجانبه ستة من المرتزقة الكولومبيين في اليمن هكذا افتتحت الصحف والمواقع والقنوات العالمية اعدادها ونشراتها الاخبارية لتؤكد حقيقة هذا الانتصار الكبير الذي حققه ابطال القيش واللجان في منطقة ذباب بمحافظة تاعز ضد مرتزقة المحتل الاماراتي والسعودي الذي يجند المئات من المرتزقة والعناصر الارهابية من جنسيات مختلفة ويوزعها على بلادنا والمنطقة العربية صحيفة الغارديان ذكرت في تقريرها ان الجنود الكولومبيين وقائدهم الاسترالي قتلوا في منطقة ذباب بتاعز على ايدي قوات القيش واللجان الصحيفة كشفت ايضا بان الجنود الذين قتلوا تابعون لشركة بلاك وتر التي استأجرتها الامارات للقتال في بلادنا اما موقع كولومبيا ريبورتس هو الاخر جاء تقريره للتأكيد على مقتل الكولومبيين وقائدهم الاسترالي في ليب وقال الموقع في تقريره بان الامارات تعاقدت مع الالاف من اعضاء سابقين في كولومبيا تابعين للقوات المسلحة للقتال في اليمن وكشفت تقرير ايضا بان الكولومبيين نشطوا في شبه الجزيرة العربية منذ عام 2011 والعمل مع الحكومة الاماراتية كما كشفت بان الامارات وظفت مدير شركة بلاك وتر السابق اريك برينس لتعزيز القوات المسلحة في البلاد الغنية بالنفط مع القوات الاجنبية موقع استراليا النيوز هو الاخر نشر في صفحاته بمقتل جنود كولومبيين وقائدهم الاسترالي المستجرين من قبل الامارات والسعودية